السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة قبل قليل قامة المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك بنشر مقال للأستاذ مراد صعدي الصحفي المتخصص في مجال السيارات وصاحب موقع كارفزيون ديزاد تألت فيه عن موعد تشكيل اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات وكلاء السيارات قبل ما نحكيه على المقال وش جا فيه مذبية كل واحد راه يشاهد في هذا الفيديو يروح للصفحة منظمة الجزائرية لحماية المستهلك في الفيسبوك ويبرتاجي واللي يشارك الرابط تاع المقال الخاص بالأستاذ مراد صعدي وينشروا في التعليقات لدى وزارة صناعة والصفحات المختصة في السيارات وكذلك في الحسابات الشخصية التحكم باش هكا يوصل الصوت التاعنا ان شاء الله يجاوبون على السؤال هذا اما بخصوص المقال قال لك دفتر شروط السيارات عنده 15 يوم من اللي يصدر لكن اللجنة هذه ما زالوا ما نصبوهاش الى غاية اليوم مع انه اللجنة هذه ماش راح تكلف لهم وقت كبير ولا ممكن قادر في نهار في ساعة عينوا الأعضاء التاحهم يبدأوا في المهام التاحهم ويبدأوا يدرسوا في ملفات الوكالة نزيدكم حاجة فقط وزير الصناعة السابق فرحات أي تعليق على ما اظن كانوا اقلوه وقالوا انه كان ضبابية ومكاش كامل الشفافية بخصوص هذا الملف لكن نفس الضبابية رانا نشوفو فيها حاليا في هذا الملف 15 يوم ما زالوا ما داروا حتى اللجنة مكلفة بدراسة ملفات الوكالاء نزيد نعطيكم كذلك معلومات الوكالاء رام اشك فا يتضابته ويتأقلمه مع الكايت شارج هذا القديم صرفوا دراهم كبار باش تأقلموا معاه جديد هذا كذلك راهم مستعدين وخرجوا كامل الوثائق وجابوا لي كونترا من عند المصانع الأم باش يبدوا يستوردوا سيارات لكن لما يوصلوا للإجراءات القانونية يبلوكيوا وما كان حتى حاجة تخليهم يزيدوا يمشيوا في الخطوات باش يجيبوا سيارات جديدة خلال سنة 2021 نتمنى من السلطات الرسمية ومن الرئيس الجمهورية عبد الماجي تبون يحل هذا الميلف في أقرب وقت لأنه المواطن ما يبقاش يتبع في دفتر شروط وراهم يستدروا دفتر شروط المواطن الهم متاعه وحيد يحاب يشري سيارة ما نبقاش نتبعه أشك فا في الوقتاش راح يديروا دفتر شروط وانته راح يشكلوا هذي اللجنة واللي ينصبوها المواطن همه دخول سيارة في أقرب الأجان إن شاء الله هذا هو الغاية عن المواطن البسيط للمواطن الجزائري كالنقطة كذلك مهمة الناس اللي راح تقول على احتياط الصرف أنا نقدر أنقولكم ما دام الدولة الجزائرية ولا الحكومة الجزائرية أنقاجت في الامورتاسيون ولا استيراد السيارات معنتها راهوا عندهم دراهم ولا مخصين ميزانية للموضوح هذا تخيلوا خابتي كش واحد فيكم ما عندوش دراهم وراوح يشري سيارة؟ أي عقل هذا كش واحد زي ما ما عندوش كامل دراهم وراهوا يستنى في استيراد سيارات بش يشري سيارة؟ هذي من المستحيل مدام ما عندكش دراهم ما عندكش كامل نية بش تشري سيارة هكيك الحكومة الجزائرية الناس اللي راي تقول لك احتياط الصرف الحكومة كون ما كانش عندها دراهم مستحيل تروح تفتح المجال بش يستوردوا سيارات الجديدة تضيف على ذلك كون ما عندهمش نية في الاستيرادة علاش رامي يخدموا في كاي تشارج وعلاش رامي يتعبوا في رواحهم أنا تبلي قضية وقت فقط لازم نعطو أهمية للوقت بش يكون استيراد سيارات في أقرب بالأجال إن شاء الله وماذا بين رئيس الجمهورية يكون يوفي له بالتصريحات تتاعه يبقى الرئيس الجمهورية عدنة مصداقية فيه بش السيارات إن شاء الله هذا الملف يتم غلقه قبل نهاية السوداسي الأول إن شاء الله ونشوفه السيارات خلال السوداسي الثاني هذا كل ما في فيديو اليوم نتمنى تبارتاجي والليان كما قلت لكم لدى وزارة الصناعة وفي الحسابات تتحكم والسلام عليكم